موسيقى شاهدين كرام ورحبكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح معكم رشيد في هذه الحلقة التي أتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة للجميع هذه الحلقة الثانية التي أعلق فيها على المناظرة التي جبرت بيني وبين الشيخ منقد السقار بعنوان المسيح في القرآن وستكون آخر يعني تعليق على برنامج بكل وضوح لأن هناك مواضيع أخرى لكن أردت أن تكون هي مسك الختام في هذا الموضوع ولذلك أسميتها بهذا العنوان كشف العوار في مصادر السقار في المرة الماضية تحددت قليلا عن بعض مصادر الشيخ السقار وتحددت عن المشاكل التي لم يستطع أن يرد عليها وخرج عن الموضوع إلى غير ذلك بالنسبة للمصادر رأينا في المرة الماضية كيف استشهد بأناس لا يعرف حتى أسماءهم ولا يعرف هل هم ذكر ولا أنت مثل جين أوليف رضي الله عنه ولا يعرف المستشرق الكبير جين أوليف المهم في هذه الحلقة سنناقش أشياء أخرى أهم خلينا نبدأ على طول ولدينا يعني مادة كثيرة تغطي حتى أكثر من ساعة أول شيء يعني نتحدث عنه هو الشيخ يناقض نفسه والتناقض من أهم أو من أسوأ الأشياء التي يمكن أن يقع فيها أي باحث وأي مناظر ما هو هذا التناقض؟ التناقض أن الشيخ في كتابه إذا رجعت إلى أفكاره في كتابه هل بشر الكتاب المقدس بمحمد دعا أن نص إشعياء خلينا نشوفه بشكل كبير نص إشعياء الموجودة 42 إلى 41 هو داعبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي ودعت روحي عليه يقول هذا النص يتحدى عن ظهور النبي المنتظر فمن هو الفاتح صاحب الشريع الذي لا ينكسر؟ من الذي أخرج الحق لكل أمم الأرض؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ إذن في نظره هو داعبدي الذي أعضده هي نبوءة من سفر إشعياء عن محمد هكذا قال في كتابه طيب هل التزم الشيخ بهذا الأمر؟ لا في المناظرة قال شيء تاني دعونا نسمع أول مقطع من الشيخ وهو يناقض نفسه اسمعوا بأنفسكم والمسيح عليه الصلاة والسلام حين أشرق على الدنيا بطلعته قال إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا الأهد القديم حين تحدث عن المسيح أيضا ذكره بوصف العبودية مؤكدا ما قاله القرآن إيشعي 42 هو ذا عبدي الذي أعضده وهذه النبوءة نقلها متى في الأصحاح 12 ليتم ما قيل على لسان النبي أشرياء هو ذا عبدي هو ذا عبدي فهو عبدٌ لله تبارك وتعالى إذن الشيخ يعني مرة يجعلها عبدي عن محمد ومر عبدي عن المسيح طالما عرفت إنه هي عن محمد أو عن المسيح لماذا حطيتها عن محمد أليس هذا هو التناقض يعني يقول إنه موجودة في إشعياء هو ذا عبدي وموجودة وفي يسوع تتم نبوة إشعياء هو ذا عبدي سبحان الله الشيخ لديه ناسخ ومنسوخ وهذه تضرب مصداقية أي باحث هذه لوحدها تكفي لتوضح أن هذا الشيخ بنسميه حاطب الليل حاطب الليل يعني يجمع أي شيء ليس لديه أي مصداقية على الإطلاع لكن أكثر من هذا إنه لا يعرف مصادره المرة اللي فاتت أو ضحت إنه لا يعرف الشخصيات ولا يعرف حتى ما هي مصادر جايب لي جريدة من جنوب إفريقيا جايب لي الجزيرة كالناقص يحط لي إعلانات فودافون على أنها مصادر خلينا نشوف هذه المرة ماذا سيفعل خلينا نشاهد واحد من المضحكات المبكيات خلينا نسمع هابر كولنز يقول هذا الإنجيل كولنز يقول هابر كولنز يقول مرة تانية اسمه إيه؟ هابر كولنز يقول حاضر هابر كولنز هابر إيه يا عم؟ هابر إيه؟ هابر؟ ده إنجليزي يا مرسي؟ هابر؟ هابر؟ ناقص تقول لي المستشرق هابر؟ ده ما بيعرفش المصادر بتاعته ده حاطب ليل يقرأ أي شي جاو دامه ويحط لك بالأسفر والألوان وماش يقرأ هو مش عارف يميز حتى بينهم هابر؟ ده إنجليزي يا سقار؟ خلينا نسمعه تانية هابر كولنز يقول هذا الإنجيل مؤلف لاتيني طب إيه المشكلة في هابر؟ إيه المشكلة في هابر؟ يقول هابر أولا هي مش هابر ومش هابرة لحم دي هاربر كولنز هاربر كولنز شو جاب هابر على هاربر كولنز؟ ده واحد الكاتب هنا اسمه ريتشارد ريتشارد طب إيه هي هاربر كولنز؟ يا حضرة الباحث الكبير هاربر كولنز دي دار نشر مثل دار التقافة ودار الأدب ومكتبة العلمية وكل دول هاربر كولنز ده مش واحد كتب الكتاب يا حج دي دار نشر واحد بيقوله عليه باحث ودكتوراه في مقارنة الأديانة ومش عارف يميز ما بين اسم دار نشر واسم الكاتب هابر من القرن الثامن اسمعها اسمعها هابر كولنز يقول أيوه أيوه هو هابر كولنز أيوه هابر كولنز يقول معليش ما هو حضرتك يعني مش عارف كل سمك تمر كل سمك لبن تمر هندي يعني ماشي 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 الشيء الآخر أن الشيخ غير أمين بالإضافة إلى أنه لا يعرف مصادره هو غير أمين في النقل وهذا ليس اتهام مبنية على فرق مثلا قال بأنه اقتبس من البابا شنودة إن وجدت في الكتاب عبارة آلهة فإنها لا تعني الألوهية إطلاقا وحاطت أنه موخود من طبيعة المسيح رحت لطبيعة المسيح مش موجود خالص وطبيعي أن التي تسجد لغيرها لا تكون آلهة بالحقيقة أن الذي يموت ويسقط لا يكون إلها حلو حلو فين المشكلة مشكلة في المصدر وذي ممكن نمشيها والمشكلة في الانتقائية والاقتطاع وذي مش هنمشيها الشيخ بارع في هذا الأمر غير أمين على الإطلاق خلينا نشوف دهبت وجدت أن الكلام موجود في كتاب لاهوت المسيح صفحة 94 مش في طبيعة المسيح ده واحد اتنين البابا شنودة كان يتكلم عن الآلهة الأمم الأخرى يقول بأنها ليست آلهة لأنها منفصلة عن الله وتخضع لله وبالتالي هي ليست آلهة ثم يصل إلى استنتاج ده بعد نقاش طويل حطه قال إذا كان خلينا نشوفها واضحة جدا قال إذا كان لا يوجد سوى إله واحد بشهادة الكتاب المقدس بعهديه والسيد المسيح إله بشهادة نفس الكتاب بعهديه إذن نستنتج أن المسيح هو هذا الإله الواحد ثم يعطي الله يقول في الشعياء لا إله غيري إذن بمعنى مدام الكتاب المقدس يتحدث عن آلهة أخرى تخضع لله وأنه في إله واحد والمسيح إله بالكتاب المقدس إذن نستنتج أن المسيح هو نفس الإله الشيخ قال لك شال البقية اللي في الإستنتاج شفته ما بيدكرهاش خالص ليه لأنه بيدلس عن الناس وغير أمين وده مش فيه محل واحد اكتشفت محلات كتيرة هنشوف واحد منها الآن وهو عن القمص عبد المسيح بسيط خلينا نسمع ماذا قال بالضبط حتى نشوف عدم الأمانة واضح جدا اتفضل يا شيخ أخبرهم بأنه لا يعرف الساعة حاشا للمسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون كذبا إذا نقال لك المسيح قال أن الساعة لا يعلمها أي شخص ولا الإبن إلا الله عبد المسيح بسيط قال ليه عشان بس يسكت التلاميذ أنه كان يعرف لكن كذب عليهم هل عبد المسيح بسيط قال هذا الكلام لا هل قال أن المسيح كذب لا ده استنتاج من الشيخ ده واحد اتنين الشيخ اقتطع كلام عبد المسيح بسيط من النص وده تدليس لا مراءة فيه إزاي هنشوف ده الاقتباس ذكر ده وما كملش عبد المسيح بسيط أعطى سببين مش سبب واحد ليه قال المسيح ولا الابن مش سبب واحد لكن الشيخ غير أمين في نقل السببين رحت للمرجع قال أولا شايفين أولا قال هذا حتى لا يلح التلاميذ في طلب معرفة ذلك اليوم يعني قال لهم أنا الابن لا يعرف ولذلك لا تسألوني بما معنى لا تسألوني مرة تانية وده ما أقول يعني أنا لو قلت لابني أني لا أعرف شيء معناها ما تسألنيش عنه مرة تانية فين الكذب لا طب هل المسيح كذب على التلاميذ لا لأنه في السبب التاني بيوضح إيه هو السبب التاني رقم اثنين ولأنه اتخذ صورة العبد وصار إنسانا وكإنسان تدبيريا بناسوتي وسبب احتجاب لاهوتي في ناسوتي وظهوري في الجسد ووجوده في الهيكة كإنسان قال إنه لا يعرف اليوم والساعة لأنه في طبيعته متجسد كعبد كإنسان محدود العلم محدود في الزمان والمكان بطبيعة الحال كإنسان في ظهوره في صورته لا يعرف الساعة شال هو التانية وساب الأولى حتى يكذب علينا حط سبب واحد حتى يكذب علينا بصريح العبارة ده إن عدم أمانة لا يليق بأي باحد إحنا ماشيين ماشيين بنشوف إن عدم الأمانة مرة ثانية ماذا سيقول في مقطع آخر وهو يقتبس خلينا نسمعه التفسير التطبيقي يقول تعليقا على النص ظن الناس أن يسوع نبي لأنه كان بياء العهد القديم نادى بجرأة وشجاعة وكان يقيم الموتى كما كان إليا واليشع يقيمون الموتى ماذا يعلق التفسير التطبيقي لعدد من اللهوديين كان الناس محقين باعتقادهم أن يسوع نبي معهم قول للحق ليش؟ لأن المسيح كان يقدم نفسه نبيا قول لك أنه التفسير التطبيقي بيقول أن الناس كانوا محقين في اعتقادهم فين المشكلة؟ مشكلة أن التفسير التطبيقي لا يقول هذا فحسب وكان واضح لكنه لا يقرأ البقية الناس محقين في اعتقادهم أن يسوع نبي ليه؟ لأنه ما بيعرفوش البقية ما بيعرفوش البقية التفسير التطبيقي يقولها إلا أنه يفوق ذلك بكونه الله ذاته إلا أنه في حقيقتي يعني بطبيعة الحال المرأة السامرية لما شافت المسيح أول الأمر مش عارفة لما بدأت يكلمها ما كانتش عارفة حتى مين هو كانت فاكرة فقط أنه واحد يهودي عدو للسامريين وبعد ذلك عرفت أنه قالت أنه النبي تدرجت في المعرفة التفسير التطبيخي بيقول أنه الناس كانوا محقين في اعتقادهم لسبب جهلهم لكن هو في حقيقة ذاته يفوق ذلك بكونه الله ذاته هو لا يقرأ هذا الكلام وكأنه غير موجود هو يعمل ألوان على البقية فقط وده إنعدام أمانه إنعدام أمانه أشياء كثيرة ممكن نتكلم عنها بخصوص الشيخ لما تكلم عن رودولف بولتمان قال بأنه العالم اللوتري رودولف بولتمان رودولف بولتمان العالم اللوتري يعني مسيحي ما لم يقوله الشيخ أن هذا الحد وليس كان لوتري لم يعد وكأنني أذهب وأقول بأنه الشيخ عبد الله القصيمي مثلا قال لا لازم أشير إلى أنه الحد يعني لم يعد مصدرا معتمدا عند المسيحيين أو ابن الوراق الذي كتب لماذا لست مسلما لو استشهد فيه أقول ابن الوراق الذي ألحد وكتب كتاب لكن هو يقول العالم اللوتري حتى يلبس على الناس في مسألة أخرى حنشوفها دلوقتي أيضا بيلبس ويدلس على الناس على الهواء خلينا نسمع هذا الأمر اسمعوه اسمعوه ماذا قال في هذه العبارة بالضبط الأستاذ جون ريمسكبر يقول في كتابه خرافة يسوع يقول عن هذه الكتب التي أنت تريدنا أن نستطيع بها ونترك كتب الأبو كريفة يقول هذه كقصة ألف ليلة وليلة يقول أنه في واحد اسمه الأستاذ جون ريمسبرغ يقول بأن الأناجين مش ممكن نعتمد عليها لأنه هي مثل ألف ليلة وليلة طب فين المشكلة في مشكلتين مشكلة الأولى أنه لم يقول بأن الأستاذ جون ريمسبرغ إنسان ملحد بطبيعة الحال إنسان ملحد سيقول عن القرآن أنه ألف ليلة وليلة وعن الإنفيل أنه ألف ليلة وليلة وأي شيء يتحدث عن الإيمان أنه ألف ليلة وليلة فهل كلامه حج علي؟ ده واحد اثنين الكتاب الذي تستشهد منه اسمه خلينا نشوفه بشكل واضح اسمه The Christ مد مش خرافة يسوع الشيخ قال خرافة يسوع وده ترجمة غير أمينة خرافة المسيح لكن الشيخ حتى لا يقع في إشكالية لأن خرافة المسيح يعني أنه يضرب القرآن قرأها ويمشيها لنا على الهواء أنه خرافة يسوع أنه تتعلق بالمسيحين فقط خلينا نسمعه مرة أخرى حتى تعرفوا التدليس بالاحتراف اسمعوا جيدا الأستاذ جون رمسكبر يقول في كتابه خرافة يسوع أنا عايز أسألكم دي خرافة يسوع ولا خرافة المسيح يعني بيقول لك المسيح لأنه لا يوجد حد مسيح دي خرافة لكن هو عارف أنه ده يضرب إيمانه فقال لك خرافة يسوع خليها متعلقة بيسوع اللي في عند المسيحيين ما لهاش علاقة بالمسيح خالص ده تدليس ولا مش تدليس فوق هذا كله أنك لما تستشهد بهذا الرجل رمسبرغ عنده كتاب اللي بتستشهد بي خرافة المسيح بيقول لك أنه لم يوجد لا يوجد هذا الشخص تاريخيا طيب لو احتجيت بكلامه يبقى مش أنك بتضربني فقط أنت بتضرب نفسك أنه المسيح غير موجود لم يوجد في التاريخ هو لا يقول هذا الكلام هو بيلبس على الناس لا يقول لهم هذا الأمر وهذه إنعدام أمانة بالضبط من لهاش أي اسم تاني مجموعة من الأشخاص اللي استشهد بيهم الشيخ هم كتاب ملحدون أنا حاططهم في جدول حتى نشوف المصيبة في الموجودة شوفوها بالواضح وبكل وضوح بارت إيرمن استشهد به على أقل ثلاث مرات بارت إيرمن يؤمن بوجود يسوع تاريخيا ويؤمن بصلبه وقيامته تاريخيا لا يؤمن بالمعجزات ولا يؤمن بما قاله عنه القرآن جون رامسبرغ لا يؤمن بوجود يسوع تاريخيا لا بصلبه ولا بقيامته لا بمعجزاته ولا بأي شيء قاله عنه القرآن استشهد ببيردنارد راسل وهو لا يؤمن بوجود يسوع على الأرجح لأنه كان متدبدب أحيانا ولا يؤمن بطبيعة الحال بالصلب والقيامة ولا بالمعجزات ولا بما قاله القرآن رودولف بولتمان يقول بأن يسوع موجود تاريخيا وأنه صلب القيامة عفوا غير موجودة يؤمنون بصلبه ولا يؤمنون بالمعجزات ولا يؤمنون بما قاله عنه القرآن رابرت آلي ملحد يؤمن بوجود يسوع يؤمن بالصلب لكن لا يؤمن بالمعجزات ولا بما قاله القرآن من من هؤلاء يؤمن بما قاله القرآن من من هؤلاء يؤمن بالمعجزات بل يؤمنون بأشيامة وجود يسوع تاريخيا وبالصلب وهي معارضة للقرآن تماما إذن هم أقرب إلى الإنجيل في مسألة الصلب وليسوا أقرب للقرآن في أي شيء آخر إذن كيف تستشهد به أنا أريد أن أفهم إيه 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 يوجه لاستشهاد بهم واحد من الذين استشهد بهم بارت إيرمن بارت إيرمن عنده بلوغ ممكن تدخله عليه أنا حطيت صورته هنا حتى لأي واحد يدخل كده ويفحص كلامي أنا مجيب شيء يعني بعيد عن المتناول بارت إيرمن بعت له بعض المسلمين وقالوا له أنت بتتفق مع أنا في كتير أشياء ونستخدم حججك ضد المسيحيين وهو جاوبهم في نفس المكان والجواب طويل عريض أهو موجود بالإنجليزي ممكن تخشوا عليه لكن أنا سأجنبكم عن البحث وحطيته ترجمته بالعربي ماذا قال بارت إيرمن قال لك أنا سعيد أن يستخدم عملي من طرف المسلمين والمرمون واليهود أو البوديين والميتوديين والإسخفين مع مدنيين لوتريين روم كاتوليك أورتودوكس أو أي شيء آخر أو شخص آخر ما عنديش مشكلة لكن يقول يجب أن أقول إنني لا أرى أن أعمالي تخدم أجندة أي من هذه المجموعات أنا مش شايف أنها تخدمكم على الإطلاق أنا فقط مساهم في الدراسات التاريخية لا أعتقد يقول بارت إيرمن لاستشهد بأكتر واحد استشهد بي الشيخ قال لا أعتقد أن القرآن يحتوي على أي رؤى خاصة عن يسوع التاريخي ما عندوش أي شيء متميز به يمكن اعتبارها روايات مستقلة من قبل علماء التاريخي ما فيش مؤرخة يعتمد على القرآن خالص أو أي عالم تاريخي آخر أعرفه أو أي شخص يعمل بجدية على شخصية يسوع التاريخية أي واحد يبحث في شخصية يسوع التاريخية القرآن شيله على الجنب خلاص ليس مصدرا لهذا الأمر على الإطلاق ده بارت إيرمن ثم يعطي يعني كلمات رائعة للشيخ منقد السقر هو يتبرأ بصراحة من منقد السقر وأمثاله ويقول وأشك كثيرا في أن آرائه تتوافق مع 99% من معتقدات الإسلامية عن المسيح لسبب واحد أنا مقتنع بما لا يدع مجالا للشك أن يسوع قد صلب جسديا ومات على الصليف خد يا شيخ منقد السقر خد عندك من الأكثر واحد استشهدت بي قال لك أنا مقتنع بما لا يدع مجالا للشك أن يسوع قد صلب جسديا ومات على الصليف هذا أمر مؤكد في كتبي وهي تتعارض تماما مع المعتقدات الإسلامية الرسمية فكل مرة هتجيب بارت إيرمن خلي دي ترن في ودانك دي شيء لازم تعرف بارت إيرمن اقتبس منه الشيخ الاقتباسات أنا هحطها في هذه الحلقة حتى تشوفوا التدليس حتى على بارت إيرمن واحد من التدليسات اسمعوه في هذا المقطع بارت إيرمن يقول كان يوجد ثلاثة أنواع من المسيحية المسيحية الغنوصية المسيحية الأرثوذكسية المسيحية اليهودية ما بين أيدينا هو نسخة من هذه النسخ لكن النسخ كانت موجودة وقضية عليها يا أستاذ واعتبرت كتبها كتب مزيقة بيقول لك أنه بارت إيرمن قال أنه كان فيه ثلاثة أنواع من المسيحية وأنه قضوا على هذه المسيحيات بمعنى أنه كان فيه مسيحيات كتيرة أنواع كتيرة ده كلام غير صحيح بارت إيرمن قال وأنا جايب الترجمة العربية لكتابه خلينا نشوفها بشكل واضح قال تنوع المسيحية المبكرة قال كما أوضحت أصبح توتيق التنوع المسيحي أسهل نوعا ما في القرن الثاني ويتحدث على القرن الثاني بعد كتابة أصفار العهد الجديد يعني بعد كتابة أصفار العهد الجديد ظهرت تيارات معينة منه في القرن الأول هذا لأنه بكل بساطة هناك المزيد من الوطائق التي تعود إلى هذه الفترة في الواقع اسمع هذه الكلمة الكتابات المسيحية الوحيدة التي يمكن تأريخها بشكل موطوخ إلى القرن الأول موجودة في العهد الجديد نفسه يعني الكتابات الوحيدة التي تعود للقرن الأول ويمكن توتيقها هي العهد الجديد نفسه على الرغم من أننا نعلم أن كتب مسيحية أخرى تم إنتاجها في هذا الوقت نبدأ تحقيقنا بعد ذلك من خلال فحص عدة أمثلة لأشكال لاحقة من المسيحية يعني هناك أشكال لاحقة بعد كتابة أصفار العهد الجديد ظهرت طيارات مختلفة ما كانوش ثلاثة يقول هناك ثلاثة بارت إيرمان ذكر المتبنيون اليهود والمسيحيون اللي بيقولوا أنه يسوع تبناها الله كابن وليس ابن الله حقيقة المسيحيون الماركونيون ودي أيضا هارتقة المسيحيون الغنوسيون ودي أيضا هارتقة ثم المسيحيون الأورتودوكس البدائيين الأولين اللي كانوا من الأول خالص دول مش ثلاثة واحد لو تعرف الحساب واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني لما تقتبس أولا نتكر المعلومة صحيحة ثانيا ما تزورش وتختصر وتنقص من النص ده لا يليق بأي باحد قال لك هابر هابر الكاتب هابر المستشرق جين أوليف والكاتب هابر أنا مش حنسة هذه الكلمة طيب نيجي للمحتوى المحتوى نفسه أنا حطيت في بداية مدخلتي الأولى حطيت الستيتمنت بتاعي مبني على إيه بخصوص مصادر القصة المسيح في القرآن وقلت الآتي قلت بأن كل القصص القرآنية هي مأخوذة من التراث الشعبي المدون أصلا في أناجيل منحولة بمعنى أن الأناجيل تعد الوثيقة المكتوبة الأناجيل منحولة الوثيقة المكتوبة التي نستنتج منها أن كانت هناك قصص شعبية تاروج في الوسط المسيحي من القرن الثاني للميلاد إلى غاية مجيء محمد الكتابات النفسها لا تدل على أن القصة مثلا لو تكتب في القرن الثاني أن القصة توجدت في القرن الثاني ممكن تكون القصة بتدأت في نهاية القرن الأول مثلا شفاهيا روج لها أحد وبعدين تكتبت لو في القرن السادس موجود عندنا إنجيل منحول معنى أن القصة ممكن تكون في الخامس بتدأت شفاهيا أو الرابع أو الثالث أو حتى الثاني يعني مفيش إشكال فما تجيش تركز على هذه الحتة قلت بأنه حطيت تقريبا أربع أنجيل إنجيل يعقوب وده ما أخذ منه ولادة مريم والكفالة وإقامة مريم في الهيكل ثم حطيت إنجيل متى المنحول وده كررت وكذا مرة ثم حطيت إنجيل الطفولة العربي وإنجيل طومة يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مصادر طبعا لما تشوف إنجيل الطفولة ده مش معناه أنه المصدر الوحيد لأنه قبله إنجيل طومة حتى لو شلت إنجيل الطفولة حيبقى عندك مشكلة في إنجيل طومة حتى لو شلت إنجيل متى المنحول حيبقى عندك مشكلة في إنجيل طومة هنا لو شلت إنجيل الطفولة حيبقى عندك مشكلة في إنجيل متى المنحول إلى غير ذلك فما عندكش هروب منها بالإضافة إلى أنه ما ردش خالص على قصة الشبيه المذكورة في مقالة شيط العظيم ورؤية بطرس الغنوسة اللي هي من القرن الثالث والقرن الرابع الميلادي كل هذه التواريخ اعتمدت على ماذا؟ على مصادر مختلفة منها واحد من المصادر اللي هو الأب جوزف قزي الذي استشهدت به كتابه الأناجيل المنحولة مذكورة في هذه التواريخ بالحرف بالحرف إيه المشكلة؟ مشكلة إنه الشيخ يستشهد بجوزف قزي ما يذكرش إنه ذكر هذه التواريخ خلينا نشوف خلينا نسمع ماذا قال عن جوزف قزي أيضا جوزف قزي الذي نقلت عنه يقول فكم من هذا المرفوض ما يعبر خير تعبير عن تقاليد ذائما وعاداته؟ كم من معلومات عن الطقوس والإحتفالات والأحداث التاريخية اعتمدت المنحولات مرجعا؟ لقد عاش المرفوض إلى جانب المقبول على أنهما يؤلفان معا جزءا من التراث والتاريخ هنا هو يدلس على كأنه جوزف قزي بيقول أنه الأناجيل المنحولة كانت عايشة جنبا إلى جنب إلى الأناجيل الصحيح وكانوا يستشهدوا بيها الآباء ويذكروا طبيعة الحال احنا لا ننكر هذا مش كل ما جاء في الأناجيل المنحولة هو مرفوض لا نتكلم عن هذه القصص بالذات التي ذكرتها ليه؟ لأنه لو الأناجيل المنحول قال مثلا أن يسوع ولد من العضراء مريم ما احنا بنوافقهم حنقتبس هذا فين المشكلة لو قال أن يسوع كان في الناصر طب ما حنقتبس هذا لو قال بأن يسوع ذهب إلى الهيكل ما حنقتبس هذا لا يوجد أي إشكال فين الإشكال؟ الإشكال أنه لما يقول لك تكلم مثلا في المهد حيبقى إشكال لو قال لك أنه خلقت من الطين حيبقى إشكال فهو بيدلس وكأنه جزب قزي بيقول إحنا بنوافق عليك لا 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 قال لك الكنيسة كانت بتقتبس بتقول أنه جاء فيه إنجيل يعقوب كده وكده آه آه في أشياء كتيرة ما هو هذه الأناجيل هي نتاج ثقافة الناس فيها أشياء ممكن نستشهد بها على كيف كان يعيش الناس في العصر في القرن الثاني كيف كان يعيش الناس في القرن الثالث ممكن فيها إشارات على كيف كان يتصرف هؤلاء ما هي وطيقة تاريخية من هذه الناحية مش لتأريخ كلام المسيح في المهد فمتحاولش تدلس على الناس طيب جزب قزي الذي اقتبست منه قال هذه التواريخ لماذا تجاهلتها؟ ولا هي المصادر عندك نص 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 تستشهد بها ثم تقطع الباقي؟ ودي هي الإشكالية في انعدام الأمانة طيب الأناجيل اللي حطيتها إنجيل يعقوب كيف رد عليه الشيخ؟ القديم ربما يكون أقدم من الأناجيل هو اعترف بأنه قديم أقدم من القرآن وأنا قلت بأن إنجيل يعقوب مأخود منه كل هذه إنجيل يعقوب عفوا مأخود منه كل هذه قصة ولادة مريم قصة الكفالة قصة إقامة مريم في الهيكل قال لك لا ما هو طبيعة الحال صحيح لأنه ربما يكون أقدم من الأناجيل وهذا غير صحيح ليس أقدم من الأناجيل وحتبت لكم ازاي إنجيل توم قديم لكننا لا نعرف أصله طب ليه تعرف أصله والنسخ عندنا قبل القرآن النسخ اللي وصلتنا فيها هذه القصص إنجيل تومة فيها قصة خلق الطير من الطين ما فيهاش أي إشكال فإذن فين الإشكال حتى النسخ التي وصلتنا الآن دون أن نعرف ماذا كان في الأصلان بتتطور هذه الأناجيل منحولة ما عندناش إشكال لكن النسخ اللي وصلتنا وهي قبل الإسلام فيها خلق يسوع للطين للطير من الطين قال لك وأنا رضيت عليه قلت بأنه عدم معرفة الأصل واختلاف الترجمات لا يلغي أنه احتوى على نفس القصص المذكورة في القرآن إنجيل متى المنحول قال لك لم يعرف في الشرق ويعود للقرن الثامن سأرد على هذا كان معروف باسم آخر ويعود للقرن السادس أو السابع الميلادي إنجيل الطفولة العربي قال لك العنوان خادع يا سيدي سميه أي شيء سميه أي اسم من عندك قال لك أخذ من القرآن متأخر من القرن الثامن أو التاسع غير صحيح ما هو جوزف قز الذي تقتبس منه يقول بأنه في القرن السادس ما جاء فيه موجود في إنجيل متى المنحول أصلا وهو يعود للقرن السادس إذن ردود الشيخ كانت مهلهلة وغير دقيقة خلينا نسمع اقتباس آخر من بارت إيرمن كما اقتبسه الشيخ وطبعا يدلس على الناس كالعادة خلينا نسمعه ماذا يقول بارت إيرمن؟ يقول بعض التقاليد المحفوظة في الأناجيل غير الكنسية وخاصة في إنجيل توما وإنجيل بوتروس قد تكون أقدم بكثير من الكتب نفسها على الأقل قديمة قدم الأناجيل يعني هنا يدلس عايز فهمنا أنه الأناجيل منحولة أقدم من إنجيل متى ومرقص ولوقا ويوحان الأناجيل الرسمية اللي عند المسيحي وهذا لم يقوله بارت إيرمن بارت إيرمن قال بعض التقاليد المحفوظة في الأناجيل غير الكنسية بعض التقاليد خلي بالك بعض التقاليد بعض وخاصة في إنجيل توما وإنجيل بوتروس وذكر اتنين فقط تكون أقدم بكثير من الكتب نفسها يعني من المكتوب يعني هذه الكتب حتى لو وصلتنا نسخ منها التقاليد كانت الشفوية سابقة للكتب نفسها سابقة لإنجيل توما وإنجيل بوتروس كما هو مكتوب وانا قلت الشفا هي يسبق المكتوب فين المشكلة؟ هو يدلس فاكر أنه هي أقدم بكثير من الأناجيل لا ما بيقولش كده ما بيقولش الكتب نفسها لا تعود على الأناجيل الأربعة تعود على المكتوب من إنجيل توما وإنجيل بوتروس ويقول على الأقل قديمة قدم بعض التقاليد في الكتب الكنسية طبعا ما فيش إشكال لو مثلا ولادة يسوع من مريم هذه من بعض التقاليد وهي قديمة قدم ما قاله لوقا مثلا فين الإشكال بعض التقاليد في الأناجيل منحولة قديمة قدم الأناجيل الأخرى ولو قلنا يسوع من النصرة مثلا ما هي قديمة قدم الأناجيل الأخرى هذه بعض التقاليد هو لا يتحدث عن الأشياء الأخرى الموجودة في القرآن خلي بالك بتقول إيه بارت إيرمن حتى نحسم هذا قال بعد كتابة خلينا نشوفها بوضوح بعد كتابة إنجيل العهد الجديد وربما قبل ذلك ربما هو شاكك على الرغم من عدم وجود دليل قوي بطريقة أو بأخرى ما فيش دليل على أن أي إنجيل من الأناجيل منحولة كتب قبل إنجيل العهد الجديد بيقول لك ربما دي إشاعات بدأ المسيحيون يروون قصصا عن يسوع يعني بعد العهد الجديد بدأوا يروون قصص عن يسوع عندما كان صبيا صغيرا بالنسبة للجزء الأكبر يعني معظمها يمكن بسهولة اكتشاف الشخصية الأسطورية لهذه القصص الإبداعية ثم يقول نحن محدودون لأن المؤلفين اللاحقين جمعوا بعضا منها في النصوص مكتوبة ما يسمى بأناجيل الطفولة والتي بدأ إنتاجها هنا أناجيل الطفولة الترجمة غير دقيقة ما يسمى بأناجيل الطفولة التي بدأ إنتاجها في الجزء الأول من القرن الثاني على أبعد تقدير إذن بارت إرمن يقول أن الأناجيل المنحولة أبعد تقدير أن ابتدأت في القرن الثاني وأن أناجيل الكنيسة في القرن الأول ذا لا شك فيه تيجي تدلس على بارت إرمن طيب نقراها لك بالإنجليزي أهو مصدر أكثر من المنحولة الأناجيل غير القانونية هي أسطورية ومتأخرة وتعود من القرن الثاني إلى القرن الثاني يعني في أغلب الأحيان هذه الأناجيل بتعتمد على العهد الجديد عزئي من بارت إرمن بيقول لك الأناجيل منحولة كانت بتأخذ بعض المعلومات من العهد الجديد والباقي تم له من عندها حتى جيمس كيت إليوت اللي استشهد به اللي استشهد به الشيخ يعني بيقول لنا خلينا نشوف المكان اللي كنت عايز استشهد به بيقول Theories that stated خلينا نشوفها بشكل واضح Theories that stated that النظريات التي قالت بأن أنجيل يعقوب كان مصدرا of canonical gospels and fancy narratives كان مصدرا للأناجيل القانونية مثل متة ومرغ مثل متة ولوقة وكلهم كانوا معتمدين على مصدر واحد have not found general acceptance يعني النظرية اللي بتقول أن الأناجيل اشتركت مع الأناجيل منحولة في مصدر واحد نظرية غير مقبولة في الأكاديميا بصفة عامة خلاص انتهينا من هذا العمر إنجيل تومة خلينا نشوف ماذا قال عنه الشيخ إنجيل يعقوب الذي ذكرته هو بالفعل إنجيل مبكر ماذا يقول عنه الناقض جوزيف فيتزماير تفاصيل فيه تفاصيل ربما تعود إلى تراث بدايا صحيح فيما موجودة أناجيل لكن هو رجع إلى تراث بدايا صحيح أكثر من أناجيل فبالتالي إذا القرآن كما تقول رجع إلى هذا المصدر ينبغي أن تقر أن هناك مصادر أكثر من مصادرك لجأ إليه هذا الرجل مع العمل أن القرآن لم ينقل من هذا المصدر ولا يعرفه أصلا لاحظوا التلبيس لم يقل الكاتب بأنه يعني خلونا نشوف لكن هو رجع إلى تراث بدايا إنجيل يعقوب الذي ذكرته بارت إيرمان يقول إنجيل يعقوب الذي ذكرته هو بالفعل إنجيل مبكر مبكر يقول عنه الناقض جوزيف فيتزماير تفاصيل فيه تفاصيل ربما تعود إلى تراث بدايا صحيح فيه تفاصيل تعود إلى تراث بدايا صحيح في بعض التفاصيل التي تعود إلى تراث بدايا نحن نعيد نفس الكلام معقول أن كل هذه الأناجيل فيها بعض الحق الذي يعود إلى القرون الأولى فين الإشكالية نحن نخول عن الأشياء المضافة الأسطورية التي أخذها القرآن أنا مش عارف الشيخ بيفهم هذا الأمر أم لا طب إنجيل تومة ماذا يقول فيه أنا تكلمنا عن إنجيل يعقوب نشوفوا قال إيه عن إنجيل تومة برضو إنجيل منحول بارت إيرمان يقول نحن لا نعرف المحتوى الأصلي لهذا الإنجيل لكثرة اختلاف المقطوطات اليونانية والترجمات والترجمات لذلك نحن لا نستطيع أن نعرف متى أضيفة هذه ومتى ومتى تم التلافظ ما قدرش على إنجيل يعقوب قال لك ما هو ممكن يكون أقدم من الأنجيل طبعا هذا مفند قال لك إنجيل تومة ما هو بارت إيرمان قال ما نعرفش اللي كان الأصل بتاعه تبسيبك من الأصل بارت إيرمان بيقول لك نحن عندنا نسخ سريانية من القرن الخامس والسادس إنت مالكوما للأصل النسخ اللي عندنا الآن سيبك من الأصل فيها نفس القصص الموجودة في القرآن وهي تعود للقرن الخامس والسادس يعني ما تقولش إنه أخذت من القرآن يعني حتى الأصل يكون إن شاء الله كان كبير هذا كان مجلد ضخم ولكن هذه النسخ صارت عندنا مجلد بسيء أو كتاب صغير لكن فيها نفس المعلومات اللي في القرآن نعمل إيه نعمل إيه لا لازم ندور على الأصل حتى نرضي الشيخ هو مش عارف يتخلص من الإشكالية بيقول لك بارت إيرمن قال عنه أنه الأصل ضائع وما نعرف شكان فيه إيه طب وبعد الأصل نعمل في إيه اللي بيتشابه مع القرآن هذا دليل على انتشار هذه القصص قبل القرآن هذا هو كل ما في الأمر خلينا نسمعه ماذا يقول في شيء آخر إنجيل الطفولة تستشهد به يا أستاذ هذا لا يستشهد به إلا الهوات تقول هناك عبارة أو هناك قصة منقولة ما هي قصة الخلف انظروا إلى هذه القصة أين هي تشبه قصة القرآن الكريم ولد بيلعب فخلق من الطين فصرخ العصافير صارت آلهة هل هذا ما حكاه القرآن قال لك ولد بيلعب بالطين فعمل عصافير فصارت آلهة اسمعوا جيدا تشبه قصة القرآن الكريم ولد بيلعب فخلق من الطين فصرخ العصافير صارت آلهة هل هذا ما حكاه فين في إنجيل طومة أنه العصافير صارت آلهة فين فين أنا ها أشوف معاكم النص معاكم النص كان الطفل يسوع وعمره خمسة أعوام يلعب على حافة ساقية وكان يتلقى في أقنية صغيرة المياه الجارية فغدت على الفور رائقة وصافية وكانت تطيع صوتها وإجابة لطينا استخدمه يصنع 12 طائرا ثم قال فصفق يسوع بيديه وقال للطيور هيا فطارت مغردة فين صارت آلهة عايزة أعرف فين صارت آلهة قال لك الزي دي بتشبه القرآن مالعايزو يعمل لك نفس السجع القرآني عشان تصدق ماهو القصة محتويات القصة عناصر القصة موجودة لو عملها القرآن بالسجع ده لا يعني إنه ما نقلش الفكرة طب واحد شاعر راح نقل دي وعملها قصيدة نقول إنه ما أخدش الفكرة معناها أن الفكرة كانت منتشرة وعلى هازم تكون الآية تشبه الآية حتى تصدقه ولا معناها أنه الفكرة كانت موجودة قبل محمد وأخدها محمد وحطها في القرآن بطريقة سجعية طب فين صارت آلهة وريني بفين ده كذب وتزوير لكن الشيخ لا يهم عنده هو دائما يلجأ إلى هذا الأمر طب شفنا يعقوب ما درتش تتخلص منه قلت اعترفت بعضمة لسانك إنه قديم ثم قلت عنه أنه ما نعرفش أصله وفيه العصافير صارت آلهة وطلع ده كلام غير صحيح طب ماذا عن إنجيل متى المنحول متى المنحول ماذا تقول فيه تفضل الغريب يا أستاذ أنك تستشهد بإنجيل الطفولة لمتى ألا تعلم أن الناقد إليوت يقول عن هذا الإنجيل لم يعرف في الشرق ولا في ترجمات اللغات الشرقية كذ تقول قال لك إنجيل متى المنحول ما تعرفش في الشرق ولا في الترجمات الشرقية واضح إن الشيخ حتى لا يبحث عن الترجمة الصحيحة لما يقرأ هو مش عارف رجل ولا امرأة مش عارف ولا دار نشر ولا واحد شخص ومش عارف حتى الكلمات بالانجليزية أنصحك قبل ما تنظرني روح ترجم كويس طب أنا أتبت لك إنجيل متى المنحول أولا هو من القرن السادس بحسب بارت إيرمن وسأتبت لك إنك أنت مش عارف بتقرأ طب خلينا نشوف بارت إيرمن قال لك أنه في دبيت على إنجيل متى المنحول وأنه أمان produced the most influential studies nearly a century ago أنه في واحد باحث متخصص في هذا الأمر عمل أبحاث تقريبا لمدة قرن في القرن اللي فات قال لك أنه في القرن السادس dates the gospel at the end of that century يعني إنجيل متى المنحول موجود في القرن السادس يعني خمسمية وتمانية خمسمية وخلينا نقول خمسمية وتسعين يعني وقت ولادة محمد تقريبا كان موجود هذا متى المنحول وفي رأي آخر بيقول يمكن في بداية القرن السابع أيضا ودكروا بارت إيرمن أنه يمكن يكون في بداية في الربع الأول من القرن السابع لا يوجد إشكال يعني لسا القرآن ما تعملش كان لسا القرآن ما تعملش إذن إحنا عملين وجود القصة أيضا شفويا بيكون سابق للمكتوب كما قلنا كما قلنا أنه المكتوب فقط يوتق أما القصة تكون دائما سابقة للمكتوب الغريب أن الشيخ بيستشهد بيقول لك مثلا استشهد بإليوت كيت إليوت وبيقول لك خلينا نشوفها بشكل واضح ربما يعود في شكلي الحالي إلى القرن الثامن خلينا نسمعه يقول هذا الكلام بنفسه لأنه أحسن نسمعه هو بيتكلم بنفسه عن هذا الأمر الغريب يا أفتاد أنك تستشهد بإنجيل الطفولة لمتى ألا تعلم أن الناقد إليوت يقول عن هذا الإنجيل لم يعرف في الشرق ولا في ترجمات اللغات الشرقية كيف تقول هو منتشر بالجزيرة العربية والناقد يقول أصلا هو معروف في بلاد العرب إذن هو قال أنه غير معروف في بلاد العرب خلينا نقرأ ماذا قال الناقد إليوت إليوت قال سودو ماتيو as such بهذا الاسم أو بهذا الشكل seems not to have been known in the east or the eastern versions يعني بهذا الشكل ما حدش بيعرفوا بمتى المنحول ودا معروف لأنه حتى بارت إيرمن قال designation of this gospel as سودو ماتيو is modern يعني تسمية بمتى المنحول جديدة عصرية ليست قديمة وهذا قاله أيضا جوزيف قزي قال أنه اسمه إنجيل مولد مريم وميلاد المخلص أو إنجيل الطفولة أو كتاب مولد مريم والطفل المخلص معروف خصوصا باسم متى المنحول في الغرب في الغرب بهذا الإسم وأنه يعود إلى القرن السادس وأنت تقول إلى القرن الثامن ما عنديش إشكال أنك تستخدم المصادر لكن عندي إشكال أنك تزور المصادر قلينا نسمع شيء آخر من إنجيل الطفولة العربي لا يليغ بباحث يا أستاذ رشيد أن تستشهد بهذا النظر لماذا؟ لاحظوا الفرق بين ما قاله إنجيل الطفولة العربي نقل عن المسيح وما قاله القرآن الكريم عن حديثه في المهد قال لك إنجيل الطفولة العربي ما يسحش تستشهد به لي؟ لأنه بص أنت بتستشهد به في فرق بين الأسلوب بتاعه وبين الأسلوب بتاع القرآن خلينا نشوف هذا الكلام يقول أن يسوع تكلم في المهد إنجيل الطفولة العربي وطبعا فيه تواريخ بتحطه في القرن السادس وفيه ناس مختلفين فيه بيقولوا بعد لكن الكل متفق على أنه يحتوي قصص سابقة لعصر محمد وأخذها من أناجيل منحولة تانية سواء كان في القرن السادس أو حتى في القرن التامل لو مشيت مع الشيخ في رأيه يقول المسيح لما تكلم في المهد أنا الذي ولدتي أنا يسوع ابن الله الكلمة كما بشرك بذلك الملاك جبريل قال لك إزاي تستشهد به ومختلف عن القرآن القرآن قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبي يا سلام ما هو القرآن لازم يخير هذه الكلمة هو هيقول أنا يسوع ابن الله قال إني عبد الله عوض أنا يسوع ابن الله يا دي محتاجة دكتوراه عشان تعملها أنا يسوع ابن الله قال إني عبد الله الكلمة أتاني الكتاب وجعلني نبي أرسلني لخلاص العالم عوض وجعلني نبي عوض أرسلني لخلاص العالم وجعلني نبي ما هو محمد شاطر في التغيير يعني هي دي هتعجزه يعني قال لك شوف ما فيه استجابه لا لازم تكون زيها عشان مثل واحد أمسكته وراح هو صاغ الكلمة بصياغة تانية نقل درس معين وصاغ بصياغة تانية وقال لك لا لازم تكون كلمات متطابقة وإلا أنا مغشيتش مغشيتش طب الكلام في المهد فكرة الكلام في المهد مش منقولة بالحرف بغض النظر عن التغييرات الطفيفة التي حصلت في الجملة شيء غريب وعجيب استدلال لا يليق بي شخص باحد ثم يقول خلينا نسمع شيء آخر يقوله الشيخ أعتقد أنه النص ما عنديش أو الفيديو ما عنديش قال بأنه هذا الإنجيل أنه متأخر في القرن الثامن والتاسع للميلاد وهذا الحقيقة كلام غير صحيح لأنه حتى جيمس كيت إليوت اللي استشهد بيه الشيخ بيقول أنه في القرن الخامس أو السادس خلينا نشوفه بيقولك like the Armenian emphasis gospel the Arabic الإنجيل الطفول العربي is likely to go back to a Syrian archetype يعني بيروح لنموذج سرياني ممكن يكون من القرن الخامس والسادس من الخامس والسادس الميلادي إذا نحن أمام إشكاليات كتيرة حلخصها في الآتي الشيخ سقار يناقض نفسه عبدي مش عارفين هي على المسيح ولا على محمد ناسخ ومنسوخ شيخ سقار لم يكن أمينا في الاستشهاد بالنصوص بالقطع والتغيير والتزوير وشفنا هذا مع البابا شنودة مع عبد المسيح بسيط ومع غيره ومع التفسير التطبيقي للكتاب المقدس شيخ سقار لا يعرف مصادر أو أصلا شفنا مع جين أوليف وشفنا مع هابر هابر كولينس الشيخ سقار يستشهد بملحدين لا يؤمنوا لا بقرآني ولا بالمسيح التاريخي شفنا هذا مع رادولف بولتمين ومع شخصيات أخرى لا تؤمن مثل كرايسميت أو أسطورة المسيح اللي ترجمها هو أسطورة يسوع والشيخ سقار يتجاهل الذين يستشهد بهم مثل جاي كاي إليوت اللي بتحط تواريخ هو بيرجعش ليها مثل جوزيف قزي ما بيرجعش ليهم مثل بارت إيرمن ما بيرجعش ليهم هو يأخذ دائما يجتزئ ما يريد طيب كيف نطق في شخص مثل هذا متناقض غير أمين لا يعرف المصادر ويستشهد بملحدين يطعنون في إيمانه أصلا ثم يتجاهل أقوالهم في مواضيع أخرى متعلقة بنفس الموضوع هل هذا باحث؟ هل هكذا البحث؟ باحث ما قدرش يبحث هل دي دار نشر أو اسم كاتب؟ ما هو من أباجديات البحث أنك تعرف هذه الأمور من أباجديات البحث فكم بالأحرى أنك تناضر أنا أشكر الله من أجل المناظرات اللي حصلت لأنه كشفت شيئا واحدا أنه وش الأفص كما يقولون أحسن شخص عند هؤلاء الشلة الذين ينتقدون المسيحية ليل النهار على هذه الدرجة من العلم والبحث للأسف ما فيش أي شيء يقدمونه ما فيش أي شيء يفعلونه تجاه المسيحية وصلت الحلقة للنهاية ألقاكم في الأسبوع القادم في موضوع جديد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر